مظاهرات بشوارع العاصمة السودانية الخرطوم لو تطلعنا على الوضع الحالي الآن استجابة لدعوات تنسيقيات اللجان هنا في ولاية الخرطوم انطلقت هذه التظاهرات في مدن الخرطوم الثلاث الخرطوم الخرطوم بحري وأمدرمان وهذه التظاهرات حملت شعار لا للتسوية على خلفية ما قالته مصادر ووسائل إعلام محلية بأن هناك تسوية سوف تتم بين المكون العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وهذا ما نفاه الجيش قال بأنه لم يبرم أي اتفاق أو مسودة للتسوية مع مكون مدني وأن القوات المسلحة هي قوات لكل السودان وأنها لم تبرم أي اتفاقات ثنائية من أجل حل هذه الأزمة السياسية وهذا ما أكدته أيضا قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قالت بأنه ليس هناك مشروع أي مسودة ما بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري هذه التظاهرات انطلقت في مدن الخرطوم الثلاث وكما أسلفت تحمل شعار لا للتسوية وهي تأتي تأكيدا وفقا لتنسيقيات اللجان للمضي في هذا الحراك التصعيدي واستعادة تاريخ بداية الثورات السودانية التي انطلقت في العام 1964 في 21 من شهر أكتوبر وهذا الحراك التصعيدي وفقا للتنسيقيات أنه يأتي في هذا السياق تأكيدا إلى أن كل الوسائل السلمية وفقا للتنسيقيات من التظاهر والعصيان والاعتصام والإضراب هي الوسائل السلمية لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي رافضين أي مبادرات أو مخترحات يتم الدفع بها ما لما تستجب لمطالب الثورة وتعمل على إنهام ما تم في 25 من أكتوبر الماضي والذي تصفه قوى الثورة بالانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية وقضع الطريق أمام مسار الانتقال الديمقراطي التظاهرات انطلقت اليوم مواكب الخرطوم وتوجهت صوب شارع المطار مواكب مدينة الخرطوم بحرية توجهت إلى ميدان الرابطة بمدينة شمبات أما مواكب أمدرمان فتوجهت صوب مبنى البرلمان بمحلية أمدرمان هذه التظاهرات وفقا لتنسيقيات اللجان أنها لن تتوقف ولن تهدى حتى يتم استعادة مسار الانتقال الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين ومحاصبة الضالعين في قتل المتظاهرين هل شهدت اشتباكات؟ هل من معلومات في هذا الشأن؟ أم كانت مظاهرات سلمية؟ للتوعدنا من التظاهرات التي انتظمت قبالة شارع المطار ليست هناك أي احتكاكات من قبل السلطات بينما الآن نسمع إطلاق الغاز المسيل للدموع على يمين تماما في مدينة بحرية التي انتظمت تظاهراتها في ميدان الرابطة بمدينة شمبات هذه التظاهرات وفقا لتنسيقيات اللجان أنها تأتي ضمن هذا الجدول الخاصة بشهر أكتوبر والذي أطلقت عليه أكتوبر الثوري وهم يراهنون على أن ما تبقى من هذا الشهر هو سوف يعمل على إنهام ما تم في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي واستعادة الحكم المدني الديمقراطي وتحقيق كل أهداف الثورة حتى الآن السلطات تتعامل مع هذه التظاهرات في مدينة بحر بإطلاق الغاز المسيل للدموع ونسمع أصوات الغاز المسيل للدموع من المكان الذي أقف فيه وهي على بعد ما يقارب الأربع كيلو مترات من المكان الذي أقف فيه أما التظاهرات التي انتظمت في مدينة الخرطوم التي توجهت صوب شارع المطار فهي حتى الآن لم يتم تعامل من قبل السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع ولكن وفقا لتنسيقيات اللجان أن هذه التظاهرات لن تتوقف ولن تهدى حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين هل هذا يعني أنها ستستمر بشكل يومي طارق؟ سنشهد مظاهرات يومية؟ نعم هذا التصعيد وضع له جدولة خاصة بيوم الخامس والعشرين بعد أربعة أيام من اليوم الذي نحن فيه وختام هذا الجدول الخاص بشهر أكتوبر الذي أطلق عليه أكتوبر الثوري سوف تكون هناك تظاهرات مركزية كبيرة داخل مدينة الخرطوم ونذكر بأن هذه التظاهرات تتشارك معها عديد المدن السودانية التي تعمل وفقا لتنسيقيات اللجان هنا داخل مدينة الخرطوم أو تنسيقيات اللجان في الولايات السودانية المختلفة تضامنا مع هذا الحراك التصعيدي المطالب بتسليم السلطة للمدنيين وأيضا المطالب بالحصول على الحكم المدني الكامل وأيضا محاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين إذن هذه الجدولة الخاصة بشهر أكتوبر تبقت تظاهرتان في يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر وختاما يوم الثلاثين ولربما نشهد في الأيام القادمة جدولة خاصة بالشهر القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر